الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فيسروا إخوانكم في مركز نور على الدرب الترحيب بكم في اللقاء الشهري ونستضيف الدكتور هيثم محمد سرحان ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المناهي اللفظية فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده لا وفلا مظل له ومن يظل الفلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمدا عبد رسوله أحمد الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بأخواني في هذه البلد المباركة وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة أولا يا أخواننا أنا لست بأفضلكم لكن أريد أن أتذاكر معكم أمور مهمة جدا السلفية إخواننا اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد لا بد تظهر على السلوك النبي صلى الله عليه وسلم حمل حمى التوحيد لم يحمي التوحيد فقط حمى حمى التوحيد في العقيدة في المعتقد وفي الأقوال وفي الأفعال في الأفعال نهى عن الشرك الطواف بالقبور اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وفي الأقوال سد الطريق قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق استغاثة حكم هذه الاستغاثة جائزة حي حاضر قادر يعتقد أنه سبب أغلق الباب قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله أشئت ما شاء الله أشئت شرك أصغر أكبر أصغر قال أجعلتني لله ندا أجعلتني لله ندا شرك أكبر احتج عليه بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر بل ما شاء الله كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئت سنتكلم عن هذه النقطة أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة جائزة عند العامي أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة تحقق التوحيد حتى في الألفاظ في الحديث أبو طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبى أن يقول الراوي ما استطاع أن ينطق بالشرك ما استطاع مع أن نحاك الكفر ليس بكاثر لكن هذه العقيدة السلفية في الألفاظ ما يستطيع يتكلم ما استطاع أن يحكي كلام هذا الكافر ماذا قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يحقق التوحيد حتى في الألفاظ الأصل يقول قال أنا على كذا ما استطاع ما استطاعا يرجع بالكفر على نفسي مع أن نحاك الكفر ليس بك هذه العقيدة السلفية فلا أتي واحد بعد الدرس يناقش يقول لا فلان قال يجوز نعم يجوز عند العامة أما أنت طالب علم سلفي متبع لطريقة السلف تحقق التوحيد في الألفاظ عندي طبيب كان يعالجني في دولة من الدول وجئت سلبت عليه بعد أن انتهينا من العلاج وعلى يعني عادة هذه البلد في البلد هذه عندهم لفظة تقال عنده الشكر عند نهاية قلت له رحمة السلام عليكم غضب تعرف أنا الآن لو أتكلم مع الشيخ باللغة الكويتية يفرح هذا غضب لأنه قلت له رحمة قال أنت جئت إلى هذه البلاد داعية لله تعلمنا ماذا نقول إذا أردنا أن نشكر مسلم تقول لي رحمة رحمة هذا يقولها عندي العوام أقولها أنا أما أنت تقول رحمة خطأ قلت إيش أقول قال أنت تقول قلت أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء هذا يعلمني هو إذن إخواننا الطريقة السلفية الآن عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله أرفع رجلي لو سمعني صحيح البخاري صحيح البخاري بماذا سات أمور منها الإخلاص كذا انتقى نصوص الفاظ الكتاب والسنة شيخ الإسلام كتب شيخ الإسلام جميع كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه بماذا ينتق النصوص يتكلب قال من غير تحريف ولا تعطيل غير تكيف ولا تمثيل لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه قال هذا الذي جاء في القرآن فأنت تنتقل ألفاظ الشرعية السلفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سلفي تكون على هذا دخلت علينا بعض الألفاظ من الصوفية من المبتدعة من المشركين من الكفار نعم يخي أنت الآن داعية إلى الدعوة السلفية شئت أم أبيت صح هي نعم فلماذا تقول لي صباح النور صباح النور اش صباح النور هذه المانوية يقول أن النور هو يخلق الخير فعندما تقول الصباح النور كأن اللي يأتي بالخير هو النور طب طب ماذا أقول الصباح الخير خطأ أيضا عندهم عند بعض العلم قال لا تقول صباحكم الله بالخيرات بالخير في التحية السلام عليكم من الناس من يقول سلام عليكم خطأ السلام عليكم هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام تسلم يعني ما تأتي خاصة الآن يعني التكلم بغير العربية أخواننا لغة كل مسلم كل مسلم هي اللغة العربية هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة ويفتخر البعض خاصة حاصة عندنا بغير حاجة هذا غير محتاج أن يتكلم معي باللغة الإنجليزية لماذا يقول يقول لي جيدا لماذا لماذا يقول أو ماي جاد لماذا يقول ثانكيو مثلا أوكي إيش أوكي فهذا الذي يتكلم معك يقول يا أخي أنا مسلم أنا لغتي اللغة العربية عند الضرورة أنا أستطيع بفضل الله أتكلم مع هذا باللغة الإنجليزية لكن لا حاجة الآن أن أتكلم باللغة الإنجليزية لماذا أتكلم شيخ حمد الأنصاري رحمه الله يقول جاء أنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم أنشئوا المدارس ندفع لكم أموال نبني لكم بنايات درسوا العقيدة درسوا القرآن درسوا كل شيء بشرط واحد تتعلم اللغة الفرنسية يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر كافر استغرب أنت الشيخ حمد قال أنا طالب وهذا فبتوى من العلماء ما استطعت أن أصنع شيء هاجرت كان كل الخير في طاعة للعلماء في غير معصية الله كيف كفر كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية تتأثر الآن في هذه الأزمة عندنا الروايات يا سلام يا حبيبي قال أقرأ الروايات رواية مدرمين الملحد ورواية الكافر وفيها أعوذ بالله ماذا لا يستفيد من الروايات طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنية كفاية الشباب الآن يحدثوني وإحنا نمشي في الطريق عن الأناشيد الأغاني الأناشيد أغاني لا شيء لا فرغ لماذا تعتاد على سماع هذه الكلمات حب الكتاب وحب ألحان الغينة في قلب عبد ليس يجتمعاني برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغينة فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعاشوا على دندنة دندنة ماذا فيها هل فيها كلام طيب إذا فيها كلام طيب وشيء من النظم يقوله لا إشكال في هذا أما ليس فيها إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن كيف يكون هذا هذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنشيد منظومات لا إشكال الأسماء غيروها علينا كيف غيروا الأسماء والله غيروا أسماءنا أحب الأسماء إلى الله من يعرف الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن صح ما يسمي عبد الله عبد الرحمن ما أحد يسمي عبد الله عبد الرحمن الأب يتعب ويذبح عقيقة صح ويسميه عبد الله والناس تناديه عبودي عبادي عبده صح وعبد الرحمن دحمي دحم وجيه المهم محمد قال لا حمادة حمام حمودي ميمو أش ميمو هذه إخوانا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضيه عبد الله عبد الرحمن ما ترتضيها قال لا سميه عبد المطلب لماذا هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لا هل أقر بهذه التسمية لا هذا نسب عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير هذا قال أنا النبي لا كذبا أبن عبد المطلب لكن ما سمى أحد بهذا ثم أنت الآن تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه تأخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى إذن لماذا ننادي بعض الأولاد الآن حمودي وعبادي وعبودي وميمو وحمام إخواننا إشكال في الأسماء عندنا كبير جدا حتى أدخل عند العرب عندنا إشكال أيضا العرب ما يذمه غير العجب غير عرب وهذا ما يذم هذا الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا في الكويت وفي السعودية في كل مكان لا هذه جاهلية فخر بالإحساب والطعن في الأنساء إشكال أيضا قال من قبيلة من وكذا وانت حضري وانت بدوي حتى بين إخواننا السلفين ما يمكن يكون هذا ممكن تعرف بنفسك لا إشكال حتى كثرة السؤال من هي عنها أو لا نهينا عن كثرة السؤال نعم أو لا إخواننا طب لماذا يسألك هذا من وين أنت وما تجيت وكم رصيدك في البنك ما علاقتك أنت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومت تسافر ومفين نزلت وفي أي فندق وتعشيت تغديت ما لك علاقة يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله لو تركنا ما لا يعنينا سعيدنا في عالم من علماء موريتانيا هذا لا يستطيع أن يكلم أحد إلا في الدرس أو في الصلاة أو في الذكر لأنه لديه ورد يومي مراجعة فما يتكلم بكلام الدنيا أبدا حصل انقلاب قبل خمس سنوات في موريتانيا يطالع السياسة ألما حصل انقلاب على رئيس موريتانيا فالمؤذن قال اليوم الإمام يتكلم معي مشكلة في الدولة انقلاب فقال للإمام يا شيخ حصل اليوم انقلاب على رئيس موريتانيا لم يلتفت إليه لماذا؟ لو التفت إليه وتكلم مع المؤذن ضاعت هذه الدقائق ضاعت الدقائق اختل البرنامج ما التفت إليه يقول المؤذن بعد قرابة سنتين سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فسحة فرار ممكن نصف دقيقة قال بسرعة بسرعة قل من الذي حصل على انقلاب؟ قال يا خي روح خليك في ذكرك أحسن لك والله لو بقينا واشتغلنا بما ينفعنا خير لنا اش عندك كذلك؟ يخي اسأله ما الربك؟ ما دينك؟ ما النبيك؟ صح؟ ما ياركان الإسلام؟ مجالسنا لابد أن تكون مجالس سلفية النطق ما تنطق كما أن الكلام منه ما هو مذموم السكوت منه ما هو مذموم صح ملا؟ هذا مذموم وهذا مذموم فليقل خيرا أو ليصمت لكن أحيانا يكون الكلام واجب عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع السب والاستهزاء قال ما رأينا مثل قرائنا؟ قال كذبت ولكنك منافق إذن هنا وجب أن يتكلم إذن كما أنه أحيانا الكلام محرم كذلك الصمت أحيانا يكون محرم يسمع وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم وحي يسب ربك يسب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالدين الإسلامي تسكت؟ يرسلك رسائل؟ الآن من يرسل لنا رسائل فيها سبهم المؤمنين عائشة وقل أنظر ماذا قال الخبيث في أم المؤمنين طب هل ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ والله ما تستطيع ترسلها لكن في أم المؤمنين لا إشكال وبعد ذلك قال نحب أم المؤمنين كذاب هذه والله ما طريقة السلف نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذرهم كيف اليوم نسمع ونقرأ لأهل البدع كيف؟ لماذا؟ وتجد بعض الطلاب العلم سلفي مع كتب مبتدعة قال متهوكون النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال هذا أدرى الناس بهؤلاء طيب وشيخ الإسلام ما يعرف هذا؟ فأخواننا مسائل نحققها لا يأتينا طالب ويقول لا فلان من العلماء قال كذا قال يصح نقول صباح النور ما فيش كال نية طيبة نقول لفظك غير صحيح الآن الحلف يحلف بالشرف يحلف بالذمة بالأمانة برأس أمي حياتي وحياتك وثربة أمي وشيبتي وفي رقبتي وفي لحيتي وفي شواربي وبالعون بالعون إله وإحنا لا ندري والله إله وإحنا لا ندري أترك الجوال أشهر بعض الناس هدان الله وإياه يدخل الكلام إلى أماكن وهذه الأماكن كانت لا تعرف هذه الكلمات مثل بلعون مثلا عندنا الأسماء عندنا التعبيد ما يكون إلي لله عبد الحسين عبد النبي عبد السيد عبد كذا ما يمكن عبد السيد إذا يقصد الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام قال له رجل قال له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوهموا فيه السيادة التي لا تكون إلي لله الذي كمل في سؤدده كمل في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفاته ولهذا عندنا العوام إذا قلت له يا سيد قال سيدك مولاك عامي وبعض أخواننا لو تقول له أنت سيد يقول زكرا الله خير شكرا أسماء المركبة لا توجد عند العرب هل سمعتم يوم من الأيام أن أحد يقول عبد الله عمر الخطاب لا ما يوجد هذا أحد يقول هذا لا عبد الله عبد الله ابن عمر ابن الخطاب صح خالد ابن الوليد عثمان ابن عفان وإحنا ما اسمك قال سعود ابن مفلح ابن صالح ابن كذا لا ما يقول بالله سعود مفلح صالح خطأ عند العرب تقول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب ابن هاشن نعم هكذا ابن فأدخلوا للعرب أسماء من باب التبرك التصوف أي ولد عندهم يولد يسموه ماذا محمد محمد سعيد محمد صالح محمد موسى محمد حسن محمد حسين كل الأولاد محمد محمد يحيى وفي دول أفريقيا يسمي الأولاد كل الأولاد محمد محمد أول محمد ثاني محمد ثالث محمد را والله تحصل الأعلى كلها محمد محمد أول ابن محمد ثاني ابن محمد ثالث ابن محمد عاشر تضحكوا جاءتنا هذه الآن أسماء مركبة ولهذا منعت عندنا أسماء الحمد لله مركبة ما عندنا أسماء مركبة غلام علي غلام علي غلام علي غلام علي يعني عبد علي غلام علي معناها عبد علي السيدة البدوي السيدة الحسين السيدة التجاني السيدة زينب السيد معناه هذا يقوله محمد عبدالوهاب رحمه الله ليس أنا يقول معنى السيدة الحسين والسيدة التجاني يعني المقصود عند الحوائج من دون الله يعني شرك أكبر هذا اللفظ إذا قال السيد السيدة الحسين والسيدة زينب هذا يقول محمد عبدالرهاب يقول يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه وتعالى يعني شرك أكبر وكم يقال السيد الحسين والسيدة البدى والسيدة التجاني والسيدة زينب وكذا نعم شكال أمانة بعض الناس يقول لك إيش أمانة تقول له والله يا شيخ ما أستطيع قال أمانة عليك يعني حلف غير الله واستغرب البعض وحتى قد يحكي البعض يقول فلان من الناس سرخ سمكة وأكلها وبقي أثر السمكة الشوك والرأس والذيل فجاء إليه قالوا يا أخي اتق الله تسرق السمكة قال والله ما سرقت السمكة ولا أكلتها قالوا لا احلف بالتجاني قال لا التجاني ما استطيع أحلف به لا هذا يعظم التجاني أكثر تعظيم الله هذا شرك أكبر هذا الحلف بغير الله شرك أكبر فأصروا عليني أحلف بالتجاني فحلف بالتجاني أنه لم يأكل السمكة فخرجت السمكة من فيه الله أكبر اعتبر القصة باطلة لا شك باطلة اعتبر أن الشيطان لبس عليهم ورأوا السمكة تخرج من فيه هذا معناه أن للتجاني ما ليس لله عندما حلف بالله ما حصل شيء حلف بالتجاني حصل هذا فأخوانا إنسان يحلف بغير الله نبهه وما يمكن نسكت نعلم الناس بطريقة بأسلوب تقول إذا تحلفني بالله أجلس وإذا تحلفني بالذمة بالعهد بالأمانة والله ما أجلس هذا حلف بغير الله حوبة فلان المهم يا أخوانا عندنا التطير لا نهاية له كثير جدا من يتطير وتشاف فلان والله نسيت الكلمة يقول فلان شرارة فلان منحوس فلان نحس فلان أعوذوا بالله إذا رأى فلان وقال أعوذوا بالله قول أعوذوا بالله تطير شرك أصغر هنا قول أعوذوا بالله هنا شرك أصغر تطير خير يا طير شرك أصغر صباحنا بوجه فلان شرك أصغر ويضع أرقام خاصة يعني مسميات خاصة زوجة وزارة الداخلية الأمن العام الشرطة النجدة نعم حتى ممكن يسميها أسماء غير عربية واحد كاتب كونن محقق يعني أشلنا واشل هذه الأسماء الغربية أخوان نجيبونا كونن نجيبونا الأشياء المهم المسلم ما يتطير من اللي يتطير المشرك المنافق المسلم دائما يتفال ما تتطير في القديم كانت العراق ملكية ذهب رجل من أهل السعودية للعراق وبقي هناك أشهر ستة أشهر تقريبا ورجع عندما رجع للسعودية حصر انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه فقال عندنا حد الأمر لهذا الرجل قال أنت شؤم على العراق أنت شؤم مجرد ما رجعت انتهت العراق قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود أرسلني على اليهود أقضي عليهم وأتي أمر ليس بيدي أمر كتب الله صح أم لا قال لو أقضي أنا أقضي على الناس خلاص أذهب إلى اليهود هناك الدولة الصهونية كان قضى عليها الأمير أيضا صحيح لكنه قال لا أرسلني على اليهود أقضي عليهم وأجيك لا تحتاج لدبابات ولا صواريخ ولا شيء أمر بيد الله تأخذ بالأسباب لا مانع أما تتطير تتشاهم من الناس من يتشاهم حتى بالقرآن وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا علموهم التعويذات نعم تعلم التعويذات الشركية يتعلم يقول حين يسافر أو لا يسافر إيش أصنع الصغير أو يذهب للسوق يشتري هذه أو يشتري هذه إيش أصنع معروف عند الصغار استقسام بالأزلام معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا شرك هذا استقسام بالأزلام يقول عندنا حتى عندكم حادي بادي كرم زبادي شاله وحطه كله في هذه صح يصنع هذا بعدين بعض الناس قال لا قرعة يقول القرعة مو هنا أسافر أو لا أسافر أتزوج أو أتزوج هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية بعض الناس كل ما يولد له ولد يموت فإيش أصنع قال سميه اسم أكشر ما أكشر أكشر أي المهم يعني سمي قال سميه والله اسمع المهم لا أجبنا اسماء لأنه ممكن بعض الناس سواء عنده هنا اسم فقال اسمه شلوة أي شلوة ما لها معنى ممكن اسم للشياطين هذا لماذا تسميه بهذا الاسم من حق الولد على الوالد أن يختار له اسم حسن قال لا أكشر عشان يعيش إذن هذا الاسم له علاقة بحياتي أو وفاتي لا فيسميه هذا الاسم مشكلة الأسماء عندنا مشكلة لأن كل إنسان له من اسمه نصي يسمي عندنا أي واحد يأتي غير كويتي مثلي أنا جيت من السعودية اشتقل عني أجنبي 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 صح أجنبي لأنه عندنا في المطار الأجانب والكويتين صح ولا لا حتى في السعودية تمام أجنبي ما معنى أجنبي الأجنبي هذه الكلمة خطأ لماذا حتى يساو بين اليهودي والنصراني والمسلم هذا كله أجانب صح هي نعم إذن من أين لنا هذا المصطلح مصطلح أجنبي خطأ صح خطأ هي نعم فيه عندنا كتاب في المدارس كل المدارس كتاب فيه خرائط اسمه أطلس أطلس هو الإله الذي يمسك الكرة الأرضية ونحن نقول أطلس من أين جاءتنا أطلس؟ من الكفار حتى نقول أن الإله الذي يمسك يمسك الكرة الأرضية هو أطلس لماذا لا نقول خرائط العالم؟ لماذا لا نتكلم باللغة العربية؟ لماذا نقول دوار عباد الشمس؟ كيف؟ قال عباد الشمس شو اللي عباد الشمس؟ قال الشجرة هذه هذه اسم عباد الشمس؟ يعني تعبد الشمس؟ قال ما أدري هكذا أنا سمعت الناس وليش أنت تقول عباد الشمس؟ تقول ليش المفروض؟ دوار الشمس بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات قوس قزح خطأ خطأ ما يمكن لا قوس قزح ولا أطلس ولا عباد الشمس ولا غيره من هذه الأشياء اللي تأتينا ما أدري من أين أتت التسمي بأسماء الطوات فرعون صحيح قارون هامان المهم أنا ما أريد أتكلم عن بعض الأسماء لأنه موجودة عندنا وبعض العلماء يقول لا لا تصح فهذه تراجع من كتاب الشيخ بكر بزيد رحمه الله تعالى أنت الآن تسمي الولد أو تسمي البنت سهام سهم واحد يكفينا قال لا سهام والله صدق نهاد ما يصح فتنة فتون يا رجل اتق الله كيف فتنة فتون ها فتنة واحدة تكفي عندما يضعوا النساء هذه الأشياء اللي تضعوا على ظافر ايش يسموها مناكير والله يسمونها على اسمها ليس بمنكر واحد هذه عشرة مناكير يمكن عشرين منكر صحيح هذا معقول أما يسموها فتون وفتنة هذا ما يصح المسلم لا يعترض على قضاء الله وقدره سب الدهر الزمن غدار يوم السود صح أسود يوم في حياتي وما التقيت بك ولن أنسى هذا اليوم والله هذا يوم أعوذ بالله صح أي نعم لا يمسح من التاريخ هذا يقول يسب الدهر يسب الريح يسب الدواب يسب الدواب دواب يسب الدواب واليوم بعض الناس يسب الداب بال لأنها تغيرت الآن نعم عندنا السيارة يسب اللعن حدث ولا حرج أنا أسأل الشباب الآن في الطريق قالوا عندنا اللعن حدث ولا حرج المسلم ليس باللعان نبه أخواننا تنبه نفسك تنبه غيرك تنبه أخوانك ما هي صح اللعن كيف تلعن اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله كيف تلعنه هذا الآن نحن لن نتكلم عن هذه الألفاظ السب والشتم هذه معروفة والله أعلم لكن لابد أن نعلم الناس ننكر يا أخوانك لا أخوانك لا أخوانك لا أخوانك ضع عندك ضع عندك إزاك الله خير التسمي أيضا قاضي القضاء ملك الملوك حاكم الحكام شاهان شاه هذه الألقاب ما احتاجها الصحابة رضو الله عليهم عندنا عندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب يقول الدكتور ومحي الدين ونور الدين محي الدين ابن عربي مميت الدين النووي يقال عنه النووي أخوانك محي الدين يقول لا أجعل في حل النووي يقول لا أجعل في حل ملقبني بمحي الدين يقول ما سامح إلى يوم القيامة أنا اسمي يحيى أخواننا ما أرادوا هذه الألقاب السلف حتى العلماء عندنا ما أرادوا هذه الألقاب والله فضيلة الشيخ العالم العلامة لماذا؟ الحاج عندنا الآن صح؟ ها؟ يا أخي سمعت يوم من الأيام الحاج أبو بكر الصديق سمعت؟ محتاجه الحاج أما الآن الحاج فلان صح؟ وواحد كاتب على والله رأيتنا في بعض الدول يكتب على البيت ولله على الناس يحج البيت وطيارة وصورة الكعبة ويكتب على البيت يغير اللوحة الحاج فلان وتناديه يا حسن ما يرد عليك يا حسن ما يرد أو يزعي يقول أنا أدفع خمسة وعشرين ألف وبعدين تناديني حسن أنا الحاج حسن شفكت؟ وواحد كتب الحاج خمسة الحاج خمسة حسن يعني خمس مرات حج إذا حججت بمال أصله وسحته فما حججت ولكن حججت العيل ما شاء الله وشئت الآن ذكرنا عندنا أعلى مرتبة تكون أنت عليها السلفي إذا قال لك إنسان ما شاء الله وشئت تقول ما أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده ما تقول له قل ما شاء الله ثم شئت خطأ خطأ عندك لأن ترشد كما أرشد النبي أعلى المنازل مفهوم أي نعم جاء إليك إنسان هذا الشيخ إمام المسجد وقال والله يا شيخ تعبان مريض سوشة تعبان أولادي أدعو الله لي قال خلاص أبشر الليلة بإذن الله وألهمك عندي لا تعبد الله أنت أنت لا تدعو أنا أدعو عنك هذا معنى الكلام صح أولا صوفية إحنا جاء الرجل للشيخ قال يا شيخ أدعو لي قال اسمع أنا أدعو لك وأنت تدعو لي كلا أنا مفتقر إلا الله إذا لديك مانع من إجابة الدعاء والله ما يستجعو حتى تزين هذا المانع ونت إيش عندك في حياتك عندك شرك عندك بذع ترك صلاة لماذا ما تدعو الله أنت ليش أنا أعبد عنك وهذا رايح العمرة يوصي الكل قال أدعو لي وادعو لي حصلت واحد عندنا هناك في المسجد الأبوي حط ورقة والله دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلان والله متى انتهي أو الدفتر إذا ما نعلق الخلق بمن بالخلق نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي يموت حتى أكرمكم الله الكلاب يقول الكلب هو اسم كلب أكرمكم الله ما يمكن أن تقول له كلب بالكلب ما يمكن لأن هذا القصد خطأ شوف إلى أين أحد السلف يقول يقول أنه قال كلمة وندم على هذا كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة قال الناس بحاجة إلى المطر كيف يقول هذه الكلمة كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين صح؟ وهذا كثير عندنا يدخل بعض الناس على المريض مريض في المستشفى تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد ويدخل عليه أقول المسكين مسكين يعني مسكين يعني هذا أرحم به من الله وما تستاهل ما تستاهل يعني معترض على القضاء القدر كأنه يقول له أيضا أنت اعترض على القضاء القدر وما بلد حيلة وإيش أصنع لك والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا لأصنعت إيش أسوي وأنت عارف الحكومة وعارف كذا وليش تعلق بالحكومة وليش تعلق بله أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد يتقل على مريض مبتلى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس تهور إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما رحمه الله هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يذكر بالله من يرد الله به خيرا يصب منه هذا السلفي تسمع الكلام تقول لا ما يمكن تقول مسكين وما يمكن تقول ما يستاهل وما باليد حيلة وقطعت قلبي والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزير الوقاف يا حبيبي ما علاقتك أنت من حسن الإسلام المرأة طاكو ما لا يعني ليس لك علاقة المهم يا أخواننا لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول يقول بعض السلف يقول جنبوا مجالسنا هذا بعض السلف جنبوا مجالسنا يعني المجالس السلفية جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم عيب طالب علم يتكلم في النسم الليلة لو كانت المحاضرة في النكاح كان انشراح الصدور ما شاء الله والكل صاحي ولا أحد يستعمل جوال ولا شيء لا السلفي لا يتكلم في هذه المسائل في شهوة الفرج شهوة الفم أبد ابتعد عن هذا ابتعد عن القيل ابتعد عن القال نشر اليوم بعض الرسائل اللي فيها الشركة الأكبر فيها البدع أي رسالة يرسلها مجانا الآن الحالة 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 في الواتساب اسمها حالة الحالة الحالة تعبر عن شخصية يعني حالته حالته انه مع البعران يقولوا عندنا بعران صح المهم ابل يعني حالته وراء الدنيا صح واحد حالته في القهوة واحد حالته في الشاي واحد حاط نكتة كل من أكثر من شيء عرف به اللي أكثر اللي أكثر من الضحك يقال عنه ضحاك يخي انت حالتك سلفي يخي حط حالة أو ترك الحالة فارغة صح نعم بتحط طلي نكتة تحط طلي مقطع فيه موسيقى وعفوا والله يرسل لك المقطع اكتب لك عفوا المقطع فيه موسيقى طب عفوا هذه وين أصرفها يعني هذا عفوا يعني يوم القيامة وحاسب على عفوا ما نفعتني بشيء صح وواحد مرة رسلي مقطع فيه مرأة سافرة فقلت لي يا أخي اتق الله كيف ترسلي مرأة سافرة أنا بشر وعند الحب استطلاع صح ايه والله شو قال يا أخي انت المشايخ أنا فقط رسلت للمشايخ كنت مشايخ مهم بشر ومن قال لك أنا من المشايخ خسرا ترسلي حظر أحسن طريقة في الواتساب حط حظر وخلاص انتهينا والله ترتاح من بعض الناس وتجي للحالة يا رجل الحالة ممكن عشرين حالة وكلها لعب له الهاكم التكاثر وأبغى سيارة واللي أبغى عروسة واللي كاتب لي كذا واللي كاتب لي كذا ما يصير اخواننا أنا أتكلم أنا لا أتكلم عن العوام أنا أتكلم عن طلاب العلم اخواننا كيف تضعونا هذه الحالات بعض الناس في الدعاء الدعاء عبادة أو عادة اخواننا والله عبادة إذن العبادة تقبل بماذا إخلاص متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء علمنا أولا أبو وكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ما قال أنا أفضل خلق وعربي وعرف اللغة العربية وعالم وكذا إمام صح عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول فابتدعوا لنا أدعية وتجيك في الجوال هذا دعاء فلان بن فلان العالم الفلاني قال به واللي ما ينشر هذا الدعاء يخسر وتحصل لحادث والتاج الخسر والمقاول طاحة العماير طيب هذا ما في كتاب اللام يعني ما أحد قاله في كتاب اللام يقوله في دعاء فلان بن فلان وهذا يخاف ينشر عشرين شخص طيب إيش الدعاء لعله خير يقول لعله خير كيف لعله خير لا أدري أو يقوله الدعاء يقوله والله أنا نسيت يقوله اجعلني عند باب الجنة باب الجنة يعني أنت تدعو من تدعو الكريم الملك صح تدعو الله وتقول يا رب بواب عن باب الجنة من علمك هذا من أين لكم هذا بواب عن باب الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا إذا سألتم الله فأسألوا الفردوس الأعلى من الجنة أنت تطلب الغني أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء كأنه يقول هذا العمر قد يكون عظيم على الله أعوذ بالله هذا ما عرف الله ولكني أسألك يعني أعطيني نص المصيبة كثير يدعو بهذا ولا لا إذن الدعاء عبادة أو عادة أخواننا علموني عبادة إذن لماذا لا ندعو بأدعة النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء تريد زوجة أولاد سيارة عقار جنة تجد له أصل في الكتاب والسنة صح؟ يا رجل دعاء واحد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني في مالي في بدني في زوجي في ولدي في الدنيا في الآخرة في القبر والله تتع بحاتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء أو اللهم إنك عفو توحيد تحب العفو توحيد فاعفو عني توحيد ثناء على الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى الآن عندنا إلحاد في أسماء الله يسمي الله بما لم يسمي به نفسه علّة فاعلة ثالث ثلاثة وقادر أخترار هذا الأخ اسمه جمعة في اللغة أي لغة؟ في اللغة العربية إذا راح أمريكا إن شاء الله ما تروح إذا راح أمريكا إيش نادوا هناك؟ فرايدي؟ لا نادوا جمعة صح؟ وراح الصين جمعة راح الهند جمعة هذا اسمه جمعة في اللغة الإنجليزية في اللغة الفرنسية في اللغة الهندية في كل لغة أسماء الله كما هي الله في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية ما يمكن أن في اللغة الإنجليزية تغير اسم الله ممكن تشرح لا إشكال تشرح تقول الله معناه باللغة الإنجليزية أنا لا أعرف عبد الألان يقول الله معناه هو المألوها المعبود محبة وتعظيم التبرك طلب البركة وعندنا بعض الناس يقول زارتنا البركة بركة ما تطلب الله من الله ويتمسح بالبعض الأشخاص وقال بركاتك أسيدنا الشيخ صح؟ بركة بركة من الله وعندنا الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع إخواننا كتاب تعب علي المؤلف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله معجم المناهي اللفظية تأخذ الكتاب وتراجع ما فيه وتحاول تطبق تعلم أنشره في الحالة يا أخي أنشره تقول قال الشيخ بكر أبو زيد في صفحة كذا في معجم المناهي اللفظية كذا بالصفحة أما تأخذ من فلان لا هذا ممكن ما نقل من بكر أبو زيد رحمه الله ممكن نقل من فلان ابن علان والله أعلم من هو صح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد أسأل الله سبحانه وتعالى أنه الحق حقا ورزقنا اتباع الباطل باطل ورزقنا استنابه والله أعلم صلى الله عن نبي محمد وعلى صحبه وسلم واسمحوا لي على التطاول عليكم جزاكم الله خير الله يبارك فيكم جزا الله الدكتور على ما قدم وأفاد ونستعدنه ببعض الأسئلة الأسئلة أعطني هي أنا أشوف أول يمكن كذا أحسن خلي يغلقوا هذا التسجيل خلاص خلي اللقاء بدون تسجيل أحسن شكرا